من نهاج التاسع الجديد حلو كثير وبجنن اللي نزل من الجديد لكننا ننتبه انه فيه شغلات بدنا ننتبه عليها ونركز وندرس اول باول تعال انا وياك نشوف يا عمار ايش محتوى الكتاب في الوحدة الاولى مثل ما نشايفين فيه عندنا present symbol مضارع بسيط present continuous مضارع مستمر واكيد فيه عندنا اشي جديد اسمه reflexive pronouns اللي هي الضمائر الاعكاسية و indefinite pronouns اللي هي الضمائر التي لا تعود على شيء مثل anything, somebody, somewhere شغلات بسيطة جدا بالانتقال للوحدة الثانية فيه عندنا past symbol اللي هو الماضي البسيط اخذناه في صفوف سابقة معناش اي مشكلة فيه الروح مباشرة للوحدة الثالثة فيه عندنا past continuous and past symbol عود رجع كمان مرة تكلم في الماضي البسيط والماضي المستمر وفيه عندنا اشي اسمه relative pronouns ضمائر الوصل موضوعها بسيط وسلس اكيد مع ابو الشرباتي نكمل في الوحدة الرابعة فيه عندنا comparison of adjectives اللي هي استخدام الصفات حتى نعمل فيها المفاضل او التفضيل بالاضافة لquantifiers اللي هي محددات الكمية برضو شغلات بسيطة اكيد مع الاستاذ عصامي الشرباتي ننتقل ايضا فيه عنده articles with singular countable nouns اللي هي استخدام ادوات التعريف مع الاسماء المفردة المعدودة وفي الوحدة الاخيرة فيه عنده model verbs اللي هي الافعال الشكلية في حالة present وفي حالة past وموضوعكم باذن الله تمام التمام